لتكتمل الصورة لكيفة مستمعية الإذاعة الوطنية يعطيك الصحة برك الله وفيك ورب يوفقكم جميعا احنا نمشيوا لإشارة الركن ثم ننطلق في الحوار المشهد الآن الملف هو الاسم ديل اللجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب العديد من الأدوار الموكولة لهذه اللجنة نأتي على ذكرها الحريات العامة وحقوق الإنسان الجنسية شؤون الدينية المجتمع المدني والإعلام إذا كان غالطت صحح سيدة هالة هذه عموما مجال اشتغالكم في خلط فمش كوني يتسائل وشعار البرنامج حتى تكتمل الصورة نوضحوا للناس لأنه يقول لك لجنة تشريع العام لجنة حقوق الحريات ما فيش تداخل فمهم جدا وأنه نوضحوا طبيعة هذه اللجنة بل منمشيوا للتفاصيل المواضيع كما قلت حضرتك اللي واضحين الحقوق والحريات الإعلام المجتمع المدني شؤون الدينية والجنسية بالنسبة لبعض القوانين والمقترحات والمواضيع اللي تجم تمس أكثر من لجنة المعمول به في وسط البرلمان اللي أحنا نخدمه اللي جان عمل مشترك في نتاق إبداء الرأي كما أنا تعدي علينا القانون الأساسي اللي بتاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتري كنا قمنا بالعمل بالتشارك في إطار إبداء رأي من طرف لجنة الأمن والدفاع ولجنة الإدارة والحاكمة ومقاومة الفساد معناه عمل لجنة سوكتو الحقوق والحريات هو عمل أفقي لجنة هذية تمس اللي جان الكل وفي أغلب الأحيان يتم استشارة لجنة الحقوق والحريات في المقترحات القوانين اللي يتعرضوا على لجنة الأخرى لو نسألك سيدة هالة يعني المشاريع القوانين والمبادرات المطروحة على هذه اللجنة بإلحح أكثر من غيرها لو ترتب هنا في الفترة راهنا أنا هي هو أكثر قانون تم طلب الاستعجال فيه وتم إمضاء لائحة من قبل زملائي النواب للنقاش والمداولة فيه هو قانون تجريم التطبيع بالأساس ثم القانون الثاني هو جوز السفر وبتاقة تعريف البيومترية الحقيقة حتى المواطنين هتموا برشا بالموضوع والحاد الآن ما زالوا يتبعوا فيهم الزوز الوثائق الرسمية هذو ما ويحبوا يعرفوا وين وصلوا وبالنسبة للقانون الثالث اللي يعمل زد جدل كبير من طرف النواب من طرف المواطنين من طرف المهتمين بشأن العام وهو قانون المتعلق بتنظيم الجمعيات صحيح تنظيم الجمعيات القانون هذا الذي ظل يراوح نفسه ورغم إصرار رئيس الجمهورية على فضل الاشكال وسؤال المطروح عليش اليوم لما يتعلق الأمر ببطاقة تعريف البيومترية وجوز السفر البيومتري الأمور مشات بينما فيما تعلق بتجريم التطبيع وقانون تنظيم الجمعيات تحس اللي هو معطل وإحنا قادمين على عطلة برلمانية ومخاوف كبيرة وأنه ما نمشيوش فيهم برغم أنه تعرفوا شنو اللي جاينا من وراء الجمعيات فسد كبير تهريب إرهاب نحكيه على أموال وتأكيد في أكثر من مناسبة من لدو الرئيس الجمهورية على ضرورة الإسرع بفضل الإشكال والإشكال ما تفضش هو كما قلت إذا كان السيد رئيس الجمهورية شخصياً اتدخل إذا كان الحكومة اتدخلت إذا كان الشأن العام والعباد كل اهتمت برشا بزوز مواضيع عذومة هذا يدليل على الأهمية متاحهم وفيه توزنات كبيرة سياسية وفيه توزنات تمس الأمن العام وتمس شأن الدولة أنا من حبش نقاطعك ولكن ولكن مجبر نستسمح حكمة بيات الحال نتوقف الآن مستمعين الكرام ليرفع لحضرتكم أذان وصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جواره الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله عي على الفلاح عي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب منتصف النهار وخمسة وعشرين دقيقة على موجات لدعو الوطنية التوسية تحية مجدة لكل السيدة المسامعين والمستمعات ونجدد التحية والترحيب بضيفتنا الكريمة هالا جبالا رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب اللي تحضر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف مرحبا بك مرة أخرى سيدة هالا باش نعود نرجع لك لنفس اسوأ اللي كنت ترحته فيما يتعلق بالموضوع الجمعيات اللي ما تعداش وتعطل وأيضا ما تعلق بقانون تجريم التطبيع اللي تعطل مقابل الجواز السفر البيومتري وبتاقي تعريف بليومترية اللي كانت الأمور مسهلة له وتوضحها لأنه عموم الناس تطرح السؤال يعني ليون فيها رغبة من كل الطيف أنه يتحل مشكلة الجمعيات ولكنه على المستوى التشريعي تعطل هو أول حاجة توضيح تقني بالنسبة للمقترحات اللي تقدموا بها سيدة النواب يكونوا في درجة ثانية من الأولوية مقارنة بالمشاريع اللي تطرحها الرئيس الحكومة هذي اللي صار بالنسبة لقانون الجمعيات المقترحة اللي عنا وخر شوية على خطر خدمنا بتاقة التعريف وجواز السفر البيومترية كي هما تعديوا لمجلس النواب مع أنه ضروري أنه نذكر أن مبادرة النواب بخصوص قانون الجمعيات تقدمت يوم 7 أكتوبر 2013 هي المبادرة فيش الظلمت شوي الظلمت في التوقيت نحن دجاته وساعات كي نبدأ باش نطرح مشروع مقترح قانون ونبدأ نختم فيه قاعدين نقرأ في حسابنا ولينا اكتسبنا نوعا ما من الخبرة وقتاش باش نصبوه القانون إذا كان أنا جيت نهار 7 أكتوبر صبيته تبرمج مكتب مجلس وفي الوقت هذكا عنا قانون تجريم التطبيع اللي قاعدين نخدمه عليه والأحداث اللي صارت يوم 7 أكتوبر وتوفين الأقصى والحركات اللي صارت والإحتجاجات وحتى النواب معناه شاركنا في الوقفات الاحتجاجية وخدمنا على المقترح بصورة معناها برقية معناها خدمنا ليل ونهار باش خرج قانون من عند لجلة الحق والحريات على خاطر جاءوا عندي ثلاثة مبادرات تقدموا بها ثلاثة مجموعات من النواب وخدمنا عليها في اللجنة ليلا نهارا باش خرجنا بمقترح القانون وعدينه للجالسة العامة اللي ما تمتش دونك بعد مباشرة دخلنا في مناقش الميزانية وفي مناقش الميزانية وبالنظام الداخلي يمنع انعقاد اللي جان إلا بصيفة مستعجلة وبعد موفقة مكتب المجلس على الموضوع الانعقاد ونهتم بموضوع الميزانية ومناقش الميزانية والمهام زادة خاطر كل لجنة تاخذ مهام موكلة إليها حسب اختصاص اللي جان كما اللي حكنا عليه إذن لجلة حق الحريات تدرس ميزانية رئاسة الجمهورية وميزانية وزارة شؤون الدنيا بعد المراحل هدومة من دوبة رجعنا وكملنا المصادقة متاع الميزانية تم معناه إحالة قانون بطاقة التعريف وجواز السفر دونك هذك علاشه وبحث شوية هم عندهم أولوية النظر وذي معناه تبعث من مكتب المجلس على خدرحنا مكتب المجلس هو اللي نوعا ما نظمنا العمل متاعنا في أولوية خاصة في علاقة بالمشاريع اللي جينا من الحكومة دونك هك علاشه تعطل شوية عملنا عديد من السماعات المقترح مهم جدا وانا نشفت ولحظت وقلت هذي اللي فما تباطئ من طرف أعضاء الحكومة باش يجيوا بحثينا وباش نسمعهم وناخذ ورعيهم لكن للأمانة الأعضاء اللي جايونا والوزارات اللي جايونا تقدموا بملاحظات قيمة جدا وخدموا معناها تقول انت الوقت اللي وخر عنده عليش وخر على خاطر جايونا بخدمة كبيرة برشة بجداول بإضافات معناها خدموا عليه بالقداع يعطعوهم من الاهتمام على قدر قدر اللي يستحقوا معناها المقترح هذا وقاعدين ما زلتوا الخدمة متواصلة على تنظيم الجمعيات هو السيدة فاطمة المسدي كانت حاضرة معنا في نفس المكان وتلوم لحقيقة الحكومة على مستوى التعاطي مع مجلس النوب تقولوا أنه العلاقة ما بين رئيسة الحكومة ومجلس النوب ما هيش على أحسن وجه فيما يتعلق بسرعة الاستجابة في المراسلات فما بطء فما تلكعك عليش العديد من مشاريع القوانين تتعطل توافقها الرأي في بعض المناسبات صحيح اللي حكومة كانت معناها مياش متعاونة بطريقة اللي احنا نأملوها ما نعرفوش وشنو الأسباب اللي تخليم في مياش برشة تعاون واحنا ديما حتى فينا دوت الرؤساء وفي نقاشاتنا ديما نطالبوا إلي العلاقة هذية يتم معناها النظر لها من نظرة اللي العلاقة لزمها تكون جيدة ومتواصلة وتكون واضحة على خاطر إذا كمش نبنيه سياسات الدولة وسياسة الدولة وبرامجها باش تتنفذ وباش تراها تتبلور من خلال القوانين لازم تكون العلاقة هذية ديما في تواصل ما في مياش انقطاع ما في مياش اليوم نجم نجي غضو ما نجمش احنا مثلا لحقيقة نعظرك يقول عندي اجتماع آخر ولا لا لازم المقترحة ذاك تعطيني وقتي باش أنا ندرسه ونرجع لك بيه لكن في بعض الأحيان نشوفو إلي فما تأخير على بعض الإجابات في الأسئلة الكتابية يعني المحتوى متاع الإجابة في حظ ذاته اللي هو عام جدا وبسيط لأي واحد النجم يدخل يعمل غشيخش على جوجل ويلقاهم بعض المعطيات هذية هو اللي هو معليه هو سيحمه هو لكن بلكشي مدام هيلة زادا ما نيش باش ندافع لحتحد ولا نبرر لحتحد نلقاوا سعاد تسريحات حارقة ونقدة برشا من نواب مجلس نواب الشعب ضد بعض الوزراء ومطالبة بتغييرهم أو يراوهم اللي هم مقصرين في العمل المتاحهم مش في علاقة بالبرلمان لكن في علاقة في عملهم اليومي آآ ايضا حبيت نقول لي كأنه بالنسبة للجمعيات حتى من داخل في وسط للبرلمان ولا حتى من بره في خاصة بالنسبة الناشتين في المجتمع المدني هناك رؤية ولا توجه ليقول لك القانون هذي كأنه جاء بشي آآ يسكر شوية على العمل متاع الجمعيات الوطنية صحيح مش على الفساد وعلى الأموال الأجنبية لجزء كبير متوانسة ولا أغلبهم يندوا بهم يحبوش يكون هذا خاصة غير معلن في المراقبة القبلية والمراقبة البعدية لكن هذا هو علاش يقول لك يقول للحكومة ما تجاوبش برشا مع البرلمان وخاصة بالنسبة لتعثر برنامج السلاح والتعديل للمرسوم الخاص بالجمعيات هو راو نجاوبك بالنقطة بالنسبة لبعض الزملاء اللي ينتقدوا عمل الحكومة ولا بعض أعضاء الحكومة هذا دورنا رأنا هنا جينا للبرلمان وانتخبونا المواطنين باش نعملوا النقد هذي وراو منصول بالمهام بتاعنا البرلمانية دونك إذا كان بعض الزملاء يراو فما بعض التعثر في أشغال عضو من الأعضاء هذا حقه التيم بش ينقدو بطبيعة بعد ما ننقدو احنا في كنفة الاحترام وموضوعية كبيرة ويكون أنا عندي علشان قد تكرهوا انت في النقطة هذية ولا في العمل متاعك وذي معناه في العمل الرقابي متاعنا دونك منجمش اللوم على أي زميل أو زميلة اللي هو بش ينتقد عمل الحكومة احنا هنا مرانا منش معناها برلمان سوري كما يصور لبعض المواطنين ولا العباد اللي تحكي في بعض الأمكان بالنسبة للقانون الجمعيات هو في وقتنا هذا في مرحلة سياسية كما نهك في مرحلة اللي نشوفه بعض مؤسسات الدولة ضربت بعض القيام في الدولة ضربت وفي الموجة اللي احنا نحب ونقضيه على الفساد هي فرصة بها اللي احنا بش نقحوه المرسوم الثمانية وثمانين حتى المرسوم الثمانين فيه عدة نقاط قوة لكن في نفس الوقت فيه بعض نقاط الضعف في وسطه دونك إذا كان جيتنا الفرصة اللي احنا بش نصلحه ولي احنا بش نعمل قانون جديد ينظم الجمعيات أو غيره من الميادين ولا من المؤسسات أو المنظمات هي حاجة محمودة بالنسبة للبرنامين هذية اللي قام بالخطوة هذية صحيح المرحلة جيت معناها الوقت ضيق شوية بارابول المراحلة السياسية اللي مقابلتنا وبرابول الاستحقاقات اللي زادة كيف كيف لكن احنا قاعدين نخدمه فوق صغات خطيف الوقت وقاعدين نشوفه خاصة اللي زادة الحكومة سمعنا اللي هي عندها مشروع وقالت الحكومة قالت قريب بش يوصل للكم مجاهز في نسخة المعدلة والنهائية وسيرسلوا قريبا ما قالتش وقتاش سيرسلوا قريبا الى البرلمنت اكيد بش تكونوا اولوية النظر ومنعرش بش وقت هنتم للسماعات وتقدم اللي عم حرستوه في المبادرة متاع النواب اللي تم الاشتغال عليها منذ فترة كيفاش هل بش يتم دمجها ولا بش يكون عندكم ملاحظات وتعديلات على المشروع اللي بش قدموا الحكومة بش يكون عنده اولوية النظر هل بش يتم ادماجهم لاثنين ولا تنتصور يكونوا قراب من بعضهم كنصين تشريعيين هو في رئيسة الحكومة وفي بلاغ على الصفحة الرسمية كان منذ يوم 11 ديسمبر تم الالان على تكوين لجنة استشارية للنظر في مشروع القانون اللي وقتها معناها كي تقرأ نص البلغ تفهم ليوا حاضر جوزتوما بلجنة استشارية من مختلف الوزارات بش يخدموا عليه ويجودوا النص ويعطيوه بعض الملاحظات لكن ما وخر شوية على حقيقة هو وخر شوية وذي معناها على اهمية القانون اللي قدامهم كما احنا مناجموش نتسرع في قانون كي من هكا ومنعملوش سماعاتنا كاملين ومنشوفوش من جوين بولكل بالنسبة للاولوية النظر صحيح دستوريا معنايا بالفاصل 69 من الدستور هما عندهم اولوية النظر كي بش يدخل المشروع الحكومي واحنا مزلنا في المقترحة اللي قدامنا وموصلش مثال المرحلة اللخرى اللي هو المسادقة على القانون في سيخته المعدلة في وسط اللجنة ثم المسادقة على تقرير لجنة هي اي مشروع يدخل للليجين الكل يتم فيه تعديلات من طرف السيدة النواب دونك اذا هي الرؤية الاصلاحية الرؤية البرلمانية الفكرة اللي بش تجينا النقاش السماعات خاطر ساعات مثال فما عمل لي تخدم لكن احنا في توسيع سماعات متاعنا نفهموها اكثر خاطر كل مرة تقعد وتسمع وراك تشوفو من زاوية اخرى مش نفس التحليل من وزارة لوزارة من معناها من المجتمع المدني من نسي كل لازمنا نسمع ونسي كل السوفيس معنا للقانونة ذي بش تغير الرؤية دونك المشروع اللي بش يدخل عمره ما يخرج كيما هو فمحتها مشروع وخرج كيما هو وقتها بش يصير ادماش متاع بعض النقاط اذا كان بتبيعها خلطت المشروع متاع الحكومة بعض النقاط اللي اتقدموا بها الجهة المبادرة اللي معاهم مدام فاتمة وتضاف في الرؤية متاعنا الإصلاحية للمقترح هذه المنظم للجمعيات بش تمشي معاك الموضوع عنده صيلة بالنحكيه فيه وكنا ترحناه انتي تعرفوا انه المجلس نواب الحالي الغرفة الاولى نحكي جيت على انقاذ تجربة خائبة تتعلق بثيقة المواطن في المجلس السابق يعني فالمطلوب من المجلس الجديد بناء ثيقة ما بين هذا المجلس المجلس وعموم التوانس الامر هذا ما صارش علاش ما صارش للأسف شديد لانه العديد من المشاريع تعطلت لانه حوائج الناس ما تقضتش لانه يحسوا هذا المجلس في واد واهتمامات الناس في واد نعطيك مثال تعرفوا انه اليوم فما يمكن الدولة الوحيدة في العالم اللي منسجمة حكومة وشعبا فيما يتعلق بالتعاطي مع القضية الفلسطينية يعني كل التوانسة تقريبا بنسبة 99.99 إضافة إلى رئيس الجمهورية متفقين على تجريم التطبيع والمسألة هذه فاصلين فيها اليوم المواطن التوانسي يقول لك يعني المظاهرات بالمئات وبالألاف ومظاهرات مليونية صارت وبشكل يومي والشعب التوانسي رسائل واضحة بخصوص هذا الموضوع والمجلس في سوبات عميق وكأن الأمر لا يعني وعليش ما تعداش فما ما أهم منه في الفترة اللي نعيشوها اليوم ما أعتقدش هو مش صحيح المجلس في سوبات ولا يتعاطى هذا اللي قاعد يوصلني وأنا نطرح لك في تفاعلة الناس كما فما ناس يقولوا المجلس يتفاعل كما فما ناس يقولوا المجلس لا يتفاعل وإحنا هنا يجئين دي جعل خطنا نتفاعله هذا هو دونك الحاجة المهمة برشا اللي لازم تعرف اللي في المجلس فما مقترح ثاني يخص مسألة تجريم التطبيع والطاعاتي مع الكيان الغاسب بعد الخطاب اللي توجه به سيد رئيس الجمهورية في الموضوع هذي وقتها بعد الجلسة العامة اللي تعدت في البرلمان ولم يتم استئنافها سيد رئيس الجمهورية لمح إلى رؤيته الحقيقية في الإصلاح وإلا في تمرير قانون يصور كيفاش يكون تجريم التطبيع كيفاش لمح اللي هو المجلة وليزمك تعمره وكنش ما عندك شحق بش تصب وقتها في اليزي هو وقته احنا ما ينتبقش علينا البرامج هذوكم معنا هالبرامج التنموية اللي حطوهمنا على خاطر هذوكم يخصوا مجلس الأقالي مولجهات يجيك من بعد انت المواطني وقولك اي نارني صح حطلك على التوكيل هذية باشتخدم البرامج هذوما واشتخدم الأشياء هذوما اللي هما مش من اختصاصك توا بالدستور والقانون والمؤسسات ونسي كل يقولوا فيه هذا اللخطة هذي اللي صارت توا بدات لعبات يفهموا بدنا نجمو نتعاملو مبعضنا بدنا نجمو ننسقو مبعضنا دون كاك علي شفنا شوية بطء بالنسبة لعمل البرلماني داخل المجلس بالنسبة للقوانين مش صحيح لي فما تباتو كيجي نشوفو بالحساب في السنة النيابية اللي اتعداد في الدورة هذية خدمنا أكثر مقترحات من اللي يخدموهم الدورات اللي في المجالس الأخرين في مقارس وبعدك شعملنا نظام الداخلي مبدأ واللي جان تخدم كان في آخر مايرا اللي جان بدأت تخدم كان في آخر شهر ماي وفي صعداء وعملنا برشا جالسات حوار وقتها حابينا نشوفو سياسة الحكومة حابينا نحكيو معاهم ومن بعد جيت العطلة البرلمانية هذيك هو شوية اللي تعطي اللي صار ميسي نو كتشوف عدد المقترحات ومشاريع القوانين اللي خرجت من المجلس في الفترة هذي في هالأربعتاش نشهر ونحسبوهم كاملين أكثر من بعض المقترحات والمشاريع اللي تخدموا في مجالس نيابية أخرين في دورات كاملة هو توضيح مهم بالعدد أي توضيح مهم كعليش أنت معانا لأن الأسئلة هذه تطرح أنت سهلت علينا بعد إذنك نجم سهلت علينا لأنه باش نمشيوا للغرفة الثانية أي علاقة ما بين الغرفتين فانتظار صدور القانون المنظم لطبيعة هذه العلاقة في هذه المرحلة الانتقالية هذه كيفش صاير العلاقة ما بين الغرفتين هي الحد الآن ما بدأتش فمع علاقة واضحة مع الغرفة الثانية اللي بجنابنا وجيرنا على خطر ما زالوا ما كاملوش نظام الداخلي متاحهم من الجموش هما هما بداوش العمل متاحهم فعليا ما زالوا يكونوا في نظام داخلي متاحهم اللي بش يكون حتى بش يبدوا يختموا فيه ما كونوا لجنة النظام الداخلي نتصور معناها مش بش يكون كيفنا أحنا بضبط على خطر ما نجموش يعملوا مثال نفس اللي جان اللي عنه هو دورهم ظاهر واضح بالدستور اللي هما المشاريع التنموية والالقتصادية المالية وقانون الميزانية معنا هذو ما هما اللي ينظروا فيه دونك ما نتصورش بش يكون عندهم نفس اللي جان الكل اللي عنه بش يحطوا نفس اللي جان هما بيدهم نتصورهم رهما مازالوا في دباء كبير ما بينتب عظم شو بش يخدموا بالضبط دونك ننتظروا ليهم يكملوا نظام الداخلي متاحهم ونظام الداخلي متاحهم كيما بش ينظم ممومة كيما بش ينظم علاقتهم مع الحكومة وإلا مع المجلس النواب الشعب خطر احنا بيدنا في نظامنا الداخلي لعننا بعض الفصول اللي تنص كيفاش نعملوا علاقتنا مع الحكومة فاش تتبلور هي اساسا في الاسئلة الشفاهية والاسئلة الكتابية وفي الجلسات العامة وتنظيم الجلسات العامة هذا الكل كيف كيف هما يمش يحطوا فصول بش نظم العلاقة معنا هو فما تدخل هو يعني فما بعض النواب المحليين اللي عندهم من السلطات التقريرية اللي قاعدين يشتغلوا وقاعدين يمشيوا تذكر اللي صارت يعني حتى بعض الحاجات اللي مدعات للتندر الحقيقة فلان ما وقعش استدعاء صارت اشكالية هو فما تنقل انا حبيت اسمعني للاخر بشتفل السؤال هنا اليوم فما تدخل لانه كنت تحكي وانا موافقك الراي وانو انت من صلاحياتك كنت هناك بتجيها يعني وعندك منظوريك ومن المفروض أنه تنظر في اشكالياته اليوم عنا نائب نواب محليين عندهم من الدور نفسه يعني بش يشتغلوا في نفس الموضوع في نفس الهم ما بين ظفرين فبش يقع التداخل ما بينات النايب في الغرفة الأولى والنايب في الغرفة الثانية على مستوى الصلاحيات وعلى مستوى مجال التحرك وما إلى ذلك فهذا هو سؤالي كيفاش بش تتنظم الحكاية هذه هو بالنسبة للسادة أعضاء المجالسة المحلية لحقيقة بعض الحاجات اللي صارت والتنذر كما قلت ما معناها الشاذ يحفظ ولا يقص عليه ومشيت على روح ومشيت على روح وفهم الحقيقة برش عباد كوادر وفهم برش عبادها بتخدم وهم إيمانهم معناها بأهمية العمل للتطوع يلي بش يقوموا به دجا خليهم موجودين وهو كل تجربة وليدة رأوا تصير فيها تصير فيها بعض أحنا وبصفة عامة معناها حتى توكي نحكي مع زملاء نواب قاعدين نخدموا مع المجالسة المحلية قاعدين نسقوا معهم هما منتخبين أنا منتخبة فما بعض المواطنين اللي ما زال يعرف مجلس نواب الشعب ولي هو اللي معناها موجود وذي كان نائب انتخبت وإحنا معتمدية كاملة انتخبناك وفما ناس تعرف العبادة دوكم أقرب لهم على خطرهم في الحوم وموجودين وذي كهي دجا الفكرة اللي بدوا ديما هو العمل كيفاش بش يكون بغض النظر على القانون اللي بجيكون موجود توا ولا بعد شو العلاقة هي نفسنا جهاتنا أنا كنائب جهة الحاجة المتفقة معها معاها للمجلس المحلي الأمور اللي تجن تتحل محليا هما موجودين فيها وبش يحلوها الأمور اللي بش تتحل جهويا كيف كيف عنا عوضوا في المجلس الجهوي بش يخدم عليها وبش يحلها إذا كان فما حتى بعض تعثر جهويا أنا نجم ندخل وسينا بالنسبة للمطالب متاعنا وللمتابعة متاع الميلفات أنا نتوجه بها مركزي أنا عبر الأسئلة الكتابية متاعي وهذه رأوا صورتي أنا أنا في صورتي أنا رأوا أحنا كيفاش خذينا نجم ونخدمه هو هو الكلام هذا رأوا مقبول على المستوى الإنساني وأنا نسمعه ونتفاعل معاه ونتعاطى معاه وإحنا في إطار حسن النية اللي تحكي فيه في إطار حسن النية وناس كل تسمع فينا موافقتك ولكن هذا الضرور أنه يضبط بطريقة قانونية وأنتي مرأة قانون يعني ما نجموش تمشيه بالنية يعني أنا اليوم هالجا بلا بش تمشي للوالي الفلاني بش تحكي معاه في موضوع تلقى في البيرو نايم محل يحكي في نفس الموضوع لا ما عادش نايم ولا عظم مزجيه اي بالضبط فإحنا ولينا في فوضى فطالما وأنه الأمر ماهوش منظم على مستوى مجالات التحرك وتوقيت التحرك وكيفية التحرك ما عملنا حتى شي في نظام بغرفتين عليش أنا سألتك رو كلامك مزيان ومعقول وسمح وهي بحسن النية مقبول ولكن قانونيا مش مقبول متنجمش تمشي الأمور بهذا الشكل إلى مال نهاية ولا أنا غالط لا ماكش غالط هو الأفضل يكون فيما قانون ونجم القانون نذايب شي يجي في صالح المواطن اللي بشي وسع له دائرة المهتمين بشأنه المحلية والجهوي كما نجم يجي بشي ضايق عليه هذا بي أحنا هنا بعض النواب مهتمين بشأنه ذي وقاعدين يخدمون معنا في رؤيتهم ويتحاورون وشوفوا كيفاش بشي يخدمون رؤية هذية متاع القانون المنظم العلاقة بين الغرفتين في زادة انتظار اللي سيد رئيس الجمهورية زادة كيف كيف هو اللي الصورة متاع البناء القاعد عنده فكرة عليها المجالس المحلية المجالس الجهوية زادة بشي يبعث قانون منظم دونك ما بين المجلس اللي قاعدين فما ناس قاعدين يخدمون قاعدين يحضروا في حاجاتهم ما بين زادة الانتظار متاع القانون اللي نجم يتوجه به سيد رئيس الجمهورية للمجلس هنا نشوفوا معنا نستنى لكن في أطخطة قاعدين نتعاملوا بحسن النية وبالإنسانية لصالح الجهات متاعنا اللي خرجنا مننا يرحم والديكم ولكن احنا كإعلاميين ما حكينيش على رواحنا بالنسبة لنا الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي تعرضت مازالت ما تعرضت شيء اللي يمكن تتعرض على اللجنة اللي هو المقترح اللي تقدموا به سيد النواب فيما يخص المرسوم 54 هذه الحاجة اللي تنجم معناها جينا وتخص الصحفيين والإعلاميين بالنسبة للإعلام بصفة عامة الحقيقة فما بعض الجهات اللي تختص في مواضيح اللجنة تصلوا بها وفما برشع بادي ينسقوا وفما برشع بادي ينسقوا معناها رنام ذيبين نخدموا الحاجة هذه نهتموا بالحاجة دي وقتاش بشتعملوا الحاجة دي وذي ستخز امبورتان خاطر احنا وحدنا كمجلس ماناشا كمحطوطين في البرلمان ومسكرين على رواحنا ماناشا نخدموش نخدموحدنا تصوراتنا وقوانينا كل لازم تكون منبثقة من الشارع من الشارع وإلا من العباد اللي عندهم اختصاص في مواضيع معينة وهيك المعينة تنقيح المرسوم أولوية من الأولوية وأولوية من الأولوية احنا قاعدين دجا من معناها وصل المقترح تكلمنا وزيدا كيف في الحقيقة طالبنا مكتب المجلس اللي هو بش يسرع في تمرير المرسوم هذي لللجنة اللي بش يشوفها صارحة حتره بش يجي الحقوق والحريات أو للجنة التشريع العام وبش يتم طالب بداء رأي من لجنة الحقوق والحريات معنا ببابلما نستنى في مكتب المجلس في تفاعله مع طلب الجهة المبادرة في الاستعجل نظره وتمريره هو في ظل عدم وجود هيكل تعديلي في غياب لايكا في المشهد الإعلامي فما نظر للمشهد الصحفي لتنظيم القطاع بصفة عامة من لدنكم أو لمزال فما وقت هو مش مزال فما وقت كل حاجة أي بوانت تشوف تقعها معنا بوانت درجانس معنا بك تشوف وتو وشنو فما برش مشاكل فما الحقيقة موقور قائل مدام هنا أسألتك لأن كانت عنا لايكا ما عادش موجود هاي تعمل معه لزي استناني تنحات ضروري جدا يكون فما بديل مش تتنح يعني فما بداء فما استراتيجية حتى حتى نفهم وإحنا وين ماشي تخموا في هذا الإطار أن تكون فيها أفكار أحنا دجا بدينا في الحوار مع بعض السيدة الصحفيين وكان لنا شارف حضور اليوم العالمي لحرية الصحافة قبلنا بعض السيدة الصحفيين شفنا المشاغ المتاحهم شنو الحاجات اللي خموا فيهم شنو الحاجات اللي تبدلوا شنو الإعلام لتحسينه وتجويد القطاع وحمايته وحمايت بعض الصحفيين زي لا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية خاطر القطاع هو قطاع عشرة يعني ما نشوفوش بعض الإعلاميين البرزين وإلى بعض أما الباقي كل معناه يخدموا في ظروف صعبة شوية على أهمية القطاع هذه ودوره في الشأن العام ودوره في الحياة السياسية ودوره في الحقوق والحريات ولي هو رمز من رموز الحريات لذلك بدنا في حوار معهم قاعدين نسمعوا فيهم قريطة التقرير دجالي بحسن النية بحسن النية بتبيعة بحسن النية هو رعو مبدئيا أي حاجة دي ما حسن النية هي الأولى ومن بعد نخفو في الحاجات الأخرية بالعكس معناها شوفنا برشة عبيدة اللي تحب ضغيمات حسن من القطاع ذي وتحب تخدموا وشنو مبيناتنا معناها بخدو دي ما نرجع ونقولوا مبيناتنا القانون أكيد أكيد وأهل القطاع يحتاجوا وأنه من حسن النية نسرعوا بش نمشيوا أنه نقنوا المسألة ونضبطوها بصفة قانونية حتى ترجع الحقوق لأصحابها وحتى يتنظم القطاع بصفة بصفة رسمية لأنه عنده مدة يعاني يعني والأمر موكول لهذه اللجنة هو عنده مدة يعاني يعاني من القوانين يعاني من بعض المتدخلين في القطاع اللي هو تقامش صحفي وتتقيد على الصحفي دونك هنا هنا تجا كما قلت لك في في حوار باش نشوفوا السياسة عامة لتحسين الإعلام وزادة كيف كيف النهوض بالقطاع هذا ين شاء الله وإحنا معاملنا عليكم باش نتعاونوا معنا وإحنا زادة معاملنا عليكم مشكورة جدا مرة أخرى على الحضور يعطيك الصحة شكرا ما قلقنيكش ليس ما حكيناش برشا على الجماعية اللي بي الفايدة منتصف نهار 54 دقيق احنا ديما في تواصل دائم بتبيعة الحال مدام هالا جبلة رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب شكرا جزيلا يعطيك الصحة بارك الله فيك هكذا نصل لخاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن مشكورين جدا على حسن المتابعة